يا سيدي حتى المشركون مشركوا قريش مشركوا العرب الأوائل في قريش حين يدخلون جهنم والعياذ بالله تعرف ماذا أخبر عنهم الرب الجيل له أخبر بقوله وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار وينهم هذا كلام مين كلام أمية وكلام أبو جهل وكلام أبي لهب وأضراب هؤلاء المعثرين التاعسين يستمعون عن ماذا عن من وين سهيب يقول وين سهيب الرومي أين بلاد حبشي أين عمار وسمية لماذا في جهنم لسه ما زالوا يظنون أننا وقد هلكنا فالمسؤول عنهم أحق وأجدر بالهلك لماذا ليسوا معنا في أطباق الجحيم والعياذ بالله هذا قضية مخيفة ها شفت قلت لك علم النفس العصبي يصبح والعياذ بالله لدى هذا الجاحد والمكابر نوع من العمه الله قال يعمهون مش حتى العمه ما الفرق بين العمه والعمه العمه تعرف ايه الذي يورد أصلا لا يراه أما الذي عمي فقد رأى أشياء وبعد ايه أن يكون عمي بإمكانه في الممكن ماذا أن يستذكر يستذكر شكل هرام وشكل مكعب واللون الأحمر واللون الأخضاء يستذكر صحيح أما الأعمه قد ولد كأن الله يقول يضرب الإنسان المكابر الجاحد الذي رد الحق بعد أن اتضح له بدليله وعوجب له الثلج والطمأنينة يضرب بعقوبة ليس بعدها عقوبة اللهم نسأل الله اللهم رضفك اللهم غوثك يا رب أقسم بالله شيء مرعب بالعمه لا يعود يميز ولا يذكر ويصبح عنده يقين قاطع بأنه على الحق وأن محمد نموسى وعيس وإبراهيم على الباطل وأنه في إلحادي وكفري وزندقتي على الحق شيء مرعب يا أخواني إذا كما قلت لكم قضية الحق ما فيها لعب أقسم بالله العظيم قضية الحق ما فيها القرآن في الآيات الأخرى الكثيرة أثبت لنا أن هؤلاء إنما يهلكون على الله وأحلوا بأنفسهم أعظم وأسوأ وأشق وأخز العذاب يوم القيامة بسبب ماذا؟ الكبر والجحد والعياذ بالله والعناد ترجمة نانسي قنقر